السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله أصدقائي وأهلا وسهلا فيكم بقناة دروس أهلا إذا أول مرة بتشاهد هذا الفيديو هل تنسى عمل لايك لفيديو وسبسكرايب للقناة ما زلنا مكملين في سلسلة فلاتر Adobe Premiere ما زلنا في قامة Distort وبقيان معنا فلترين إن شاء الله مهمات رح يفيدوكم في عملكم وهن ال Corner Pen وال Lens Destination هذو الفلترين كيف نحن فينا نستفاد منهم واش بيفيدونا بعملنا هو درسنا لليوم خلوكم معي لنطابع درس اليوم أهلا وسهلا فيكم أصدقائي أنا جديد خلونا نبدأ مباشرة على بركة الله مثل ما شفنا في البداية المقدمة أنا أعمل سيكونس جديد لألها بجي على المقطع اللي أنا بدي أشتغل عليه أو بدي أحط عليه التأثير أول الشي بضغط باليمين بعطيه Unlink وبرفع المقطع للتراك الثاني بعدها بقطع من هون من الثاني اللي أنا بدي أقطع منه لأعمل له عملية تصغير مثل ما شفنا بالفيديو بعد ما أطعت هذا الجزء بروح على قائمة البروجيكت بنزل أنا في عندي صورتين في عندي صورة المسرع هاي بإمكاني حط المقطع الفيديو داخله وعندي صورة اللابتوب كما شفنا بمقدمة الفيديو خلوني أسحاب وضيفها داخل التايم لاين هلأ بعد ما حطيتها هون هلأ كل ما علي أني أنا أضغط على الفيديو بروح على بقلل الأوباسيتي من هون بشهل علامة الساعة وبقلل من هون الأوباسيتي مشان نشوف الصورة الخلفية الصورة الخلفية هي حجمة كبير بضغط باليمين بعطيها scale to frame size صغرت ولكن ضل في حواف سوداء بإمكاني يكبرها من هون شوي تسكر السواد وممكن نزلها للأسفل شوي متمنى شايفين هلأ بعد ما نروح على بعد ما نروح على الفيديو بضغط وبسحب على الفيديو قطعناه نحن بعدها بضغط على ال corner بين هون أو خلوني اجي لبداية المقطع وبفعل الأربع توقيلات الموجودة هون وبمشي للأمام قليلا وبعدها بحدد ال corner بين هون رح لاحظ أنه ظهر معي هون بالزوايا أربع أذوات للتحكم بإمكاني هلأ اضغط من هون وأسحب وحطها بزاوية الفيديو كما نرى بسحب الثانية أيضا لهون بسحب الثالثة والرابعة وبهالشكل هاد هلأ بعدها برجع الوباسيتي مية مثل ما أنا شايفين هلأ بنسخ الأربعة اللي موجودات هون وهي صغيرة مشان نتظل ثابتة لوقت لأبل ما ينتهى المقطع محل الاقتطاع بضغط كونترول سي بيجي للنهاية ملاحظين قبل ما ترجع المقطع كبير بعمل كونترول في وبرجع لأول أربع نقاط اللي هني وثال اللي كانت كبيرة على كامل مساحة العمل وضغط كونترول في ملاحظين هيك رح تصير معناها النتيجة هلأ لحتى تصير الحركة نامة بضغط هون باليمين بعطيها بدايتها وبجي هون كمان طبعا لكل اللي سألوني ايش الفرق بين بتعمل نعومة في بداية الحركة وتعمل نعومة في نهاية الحركة فهلأ خلونا نشوف النتيجة خلونا نعمل بالبداية هلأ خلونا نشوف الحركة كيف صارت رح نلاحظ انه رح تصغر هلأ صارت حركة سريعة وبعدها رح ترجع كمان بسرعة بإمكاننا طبعا نضغط ونحرك الأربع قيم الموجودة هون ونحن نتحكم فيهم بهالشكل هاد هاي أول الفلتر واللي هو الكورنر بين الفلتر الثاني واللي هو اللينس يعني هلأ ممكن أنا أسحب الفلتر لهون رح تظهر انها هاي القيم عنا أول قيمة واللي هي الكورفاتور هي تم من عملية تقاعر أو عملية مد للصورة بالشكل هاد هلأ كل بيبقى علينا من نعمل انتقال عن طريق اللينس فبجي على بين مقطعين بضغط شيفت وليلي سهر واحد اتنين بعمل عملية اقطاع بالكنترول كي بضغط هون كمان بنص المقطع لليمين بالشيفت واحد اتنين كمان كونترول كي هلأ بحدد اللي اتنين وبضغط باليمين وبعطيه نيست النيست هو عبارة عن سيكونز الفائدة منه أنا بدمجلي المقطعين بمقطع واحد في حال أنا طب ركبت عليه اي تأثير بيتطبق على الفيديو هين فراح ضغط اوكي بلاحظين صار لونه اخضر هلأ بجيب اللينس وبحطه هون بهالشكل هاد بجي للبداية بضغط على اول خيار واللي هو الصفر بمشي لانه المنتصف المقطع قبل ما ينتقل الثاني بهالشكل هاد وبعمل القيمة من هون ناقص 100 وبرجع بالنهاية هون بعمله الصفر متل ما انا شايفين لاحظين هاي النتيجة اللي حصلنا عليها بهالتأثير هذا الجميل طبعا هاي التأثيرات شفتها انا من مدع على فيديوهات على قناة الجزيرة بين مقطع ومقطع بيعملوا هذا التأثير طبعا بيمكن ننضيف تأثيرات تانية عليه خلونا نضيف مثلا تأثير واحد وننهي درسنا لليوم خلونا اجي على البلور في عنا التشانيل البلور واللي هو تمويه للقنوات فانا ممكن اجي هون للمنتصف مثلا للمنتصف ممكن انا علي الاحمر شايفين وممكن علي الازراء موه الازراء بهالشكل هاذ صار عندي حراف خضرة في الزاوية هون فانا ممكن اعمل لها ربيت اج بيعبيلي اياهون بالالوان الطبيعية مثل ما انا شايفين فاعل التوكل هون وفاعل التوكل هون هلا برجع للبداية بعمل لهم اعادة ضبط انه برجع القيم صفر وبرجع للنهاية كمان بعمل لهم صفر فصارت هلا انه بيكون بالبداية صفر الريد والبلور والبلو بالمنتصف لما بتكون الحركة في زروتها بيصيروا بها القيم وبالنهاية كمان بيرجعوا للصفر خلوني نعمل رندر بحدد بالاي والان بيجي على السيكونز بعمل رندر in to out خلوني نرجع نشوف الحركة كيف صارت لاحظين عم تتقدم الحركة عم بتصير تقريبا بتأثير اللي glitch فينا نقول وبالعدسة بهالشكل هات هلا بعد ما انتهينا من هذا الحكي بإمكاني اضغط فعل هدول الخيارين واضغط باليمين وعطي save preset بعد ما اضبط انا الحركتين ممكن سمي lens distors ممكن اكتبه lens زائد blur بهالشكل هات وممكن اكتبه وصف هون واعطي ok فانا لما هلأ بيجي على المقطع اللي بعده خلوني الغي ال in وال out عندي هذا المقطع بالشكل هات بضغط هلأ شفت له يصير واحد اثنين control key اعطي enter بيجي على preset رح لاحظ اللي في عندي هون lens blur بضغط وبسحب على المقطع رح لاقي انه لحاله عمل لي التأثير بهالشكل هات مشان انا ما ارجع اتعزب الخطوات كلها هاي افضل طريقة واسهل طريقة بتمنى يا ربكم فادتكن وعجبتكن وبنهاية كل فيديو بتمنى منكن عمل لايك لايك لالفيديو وسبسكراي بالقناة ودعوة اصدقائكم اهتمي للاعجاب بالقناة ان شاء الله بهمتكن بنوصل لتلاتين الف خلال فترة قريبة شكرا لدعمكن تحيات لالكن والله يعطيكن الف عافية السلام اشتركوا في القناة